اشتركوا في القناة 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 والحضارة كما ذكرنا من قبل وقد تكون الحضارة هي فكرة عامة تعيش خلال عدة الدول كمثل الحضارة الغربية اليوم فعدة الدول تشترك في الفكرة العامة الفكرة الغيبية العامة وكل وتشكل جسم الحضارة الغربية كما اننا لو اننا نأخذ مثلا فرنسا في حداتها جغرافيا فرنسا قامت فيها خمس دول من بداية الجمهورية الاولى الى اليوم ونحن على وشك يعني ان نرى الجمهورية سادسة ربما في فرنسا لو انك تنظر الى تاريخ الدول عموما فانك تجد انها مرحلة عمرية معينة فهذه العلاقة ما بين الدولة والحضارة فالحضارات ضم عدة الدول فهي علاقة الكل بالجلد نعم سنفصل حدو أطول حضارة في العالم فيما نعلم يمكن فيما نعلم ولكن عمر البشرية في حقيقته طويل جدا لا يعلمه إذن الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن نجزم مثلا الحضارة الفلانية هي أطول حضارة عاشت ولكن فيما نعلم لحد الآن أطول حضارة عاشت هي الحضارة الإسلامية نعم الحضارة الإسلامية عاش أكثر من الروم ومن حضارة الفرس طيب هند الدول قوانين تحكموها لا شك في ذلك لا شك وهذا الأمر أول من تحدث عنه فيما نعلم أيضا هو المفكر والفلسوف والعالم الكبير بن خلدون رحمه الله هو الذي تحدث عنه أنه للدولة عمر معين تعيشه ثم تموت بل الفكرة الحضارة يوم ذكره بن نبي ومن جاء بعده من أمثال وزلال شبينغلار وآرنولد توينبي وغيرهم كلهم عالى أو تلاميذ على فكرة بن خلدون رحمه الله فبن خلدون فكرةه من أين استوحاها ومن أين جاءت ولما بدأ كتابة التاريخ كتابة التاريخ الإسلامي أراد أن يكتب التاريخ في نهاية المطاف لاحظ أن الدول قوانين لأنه تحدث عن الدول التي عاصرها فرأى أن للدول قوانين تحكمها وسنة كونية تلتزم بها الدولة كتابة المقدمة التي يتحدث فيها عن الدولة وعن قوانينها فللدولة قوانين تحكمها لا شك في ذلك لذي عمر معين تعيش الدولة ثلاث أجيال ربما لما نتحدث عن أجيال الأجيال بالمفهوم الاجتماعي ليس بالمفهوم الزمني قد يعيش الجيل 40 عاما وقد يعيش 50 عاما وقد يعيش الجيل 30 عاما مثلا فليس المقارنة المقصود بعمر الإنسان فالدولة تعيش ثلاث أجيال جيل أول جيل تأسيس ثم جيل البناء ثم بعد ذلك جيل إنهيار فكل دول تعيش بهذه الطريقة ثم تخلفها بعد ذلك دولة أخرى في التاريخ الإسلامي مثلا الدولة الأموية الدولة العباسية الأولى الثانية الثالثة الرابعة حتى الخلافة العثمانية كانت عدة دول وليست دولة واحدة فليس بالمقصود مدام العائلة الحاكمة العثمانية أخرى صراحي دولة واحدة وإنما إذا تغيرت بعض القوانين بعض الجوانب الأساسية التي تقوم على أساسية الدولة فنقول أن الدولة تغيرت ومثل ما نضربوا مثال قريب ما شنفهمه مثلا الجمهورية الفرنسية فلما تتغير الجوانب مهمة وأساسية في الجمهورية نقول أنهم يقولون أنهم انتقلوا من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثانية وأكذا فللدولة قوانين تحكمها لا يمكن لأي دولة في العالم أو في التاريخ أن تخرج عنها أو أن تحيد نعم فللدولة قلوا من الدولة عمرها قصير مقارنة مع الحضارة نعم الدولة عمرها قصير مقارنة مع الحضارة وعمرها طويل مقارنة مع الإنسان حالا الفرد نعم الصحح لماذا إشكال أنه أغلب الناس الآن في هذا الزمان أو في غيره يركزون على بناء الدول والتشيير الدول وعلى تقديس الدول ويغفلون جانب الحضارة مع حضارين التي تدوم أكثر نعم لأنه الإنسان يستطيع أن ينطلق في الجانب العملي في تأسيس دولة ولا يمكن له أن يبني أو أن ينطلق عملياً في تخطيطه لبناء حضارة لأن الدولة يمكن أن يشهد الإنسان في عمره القاصر بداية دولة وانهيار دولة يعني مثلاً واحد يعيش 80 أو 90 عام يمكن أن يعيش في دولتين أن يشهد نهاية دولة وبداية قيام دولة أخرى فالإنسان في ذهنه وفكرياً أنه قريب عمرياً وزمنياً من عمر الدولة فعملياً يمكن له أن يبني ولكن لأنه لا يستطيع أن يشهد الحضارة لأنها تعيش 1200 عام 900 عام فهو عمر بعيد جداً بالنسبة له ولهذا عملياً لا يستطيع أن يفكر فيه حتى ابن خلدون لما تحدث عن الدولة لم يتحدث ابن خلدون عن الحضارة لأنه لم يشهد هو ابن خلدون لم يشهد ولما يعرف إنهي قيام حضارة وانهيارها يعني هو عاش في قلب الحضارة الإسلامية والحضارة الإسلامية كانت قائمة فما كانت عند المعطايات التاريخية العلمية بشي تحدث عن قوانين الحضارة فليهذا توقف عند قوانين الدولة ابن خلدون ولم يتحدث عن قوانين الحضارة ثم هل كان يتصور واحد من المسلمين أن الحضارة الإسلامية تنهار ويأتي قوم آخرين يقودون العالم لم يكن أكثر المسلمين تشاؤماً في ذلك الزمن لم يكن يتصور هذا الأمر كان يظن أن الحضارة الإسلامية تبقى سائدة إلى أن يلث الله الأرض ومن عليها وإنما الذي يتغير هو الدول وليس الحضارة فبعد ابن خلدون رأى الناس انهيار الحضارة الإسلامية وبالتالي علموا بأن للحضارة أيضاً قوانين هل هناك فرق بين الدولة الإسلامية والدولة المسلمة؟ نعم ممكن ما بين الدولة الإسلامية والدولة المسلمة الدولة المسلمة ربما باعتبار الشعوب من الشعوب التي تعيش فيها شعوب مسلمة أما الدولة الإسلامية التي تكون كل منطلقاتها الإسلام نعم هذا هو الفارق ربما صدق ابن خلدون وضع قوانين للدولة هل هذه القوانين مسلمة لديهم جمال أطراف أو هناك احتراضات؟ القوانين ابن خلدون التي وضعها من جهة العموم صحيحة يؤكدها التاريخ من جهة التفصيلات ليس بالضرورة تكون قوانين ابن خلدون صحيحة 100% لماذا؟ لأنه في نهاية المطاف عمل ابن خلدون وعمل بشري وإي عمل بشري يمكن الإضافة عليه وانتقاده هو ولكن من جهة العموم فقوانين ابن خلدون صحيحة لماذا؟ لأنه يؤكدها التاريخ احتول وجدت بعض الاستخداءات ووجدت بعض الأخطاء فعشرات الشواهد الموجودة والتي درسها ابن خلدون رحمه الله تؤكدوا على سلامة ما يقول وتدعمه وتقف إلى جاذبه كما أننا لا نزال نرى في أيامنا هذه أن قوانين ابن خلدون صالحة وسالمة مع الكثير من الدول فمثلا لو أننا نتحدث عن تركيا مثلا تركيا أتاتوك ليست هي تركيا أردوغان فنستطيع أن نقول أن تركيا الأولى انتهت وبدأت تركيا الثانية لماذا؟ ما هو السبب الذي يجعلنا نقول هذا الكلام؟ هو المفهوم العام الذي قامت عليه دولة تركيا الحديثة المعاصرة تغير من عهد أتاتوك إلى عهد أردوغان في عهد أتاتوك ومن جاء بعده علمانية متطرفة ثم جاءت علمانية معتدلة العلمانية الأولى تحارب الدين العلمانية الثانية تقف على نفس المسافة من جميع الأذيان فلما يكون كاين تغيير من هذا النوع على مستوى المفاهيم على مستوى المبادئ التي قامت عليها الدولة نقول بأن دولة انتهت ودولة قامت وليس هذا يعني تغيير لابد أن يكون فيه طحن وفيها حرب أهلية وليس بالضرورة ثم نتحدث مثلا عن دولة السعودية فإننا نعرف ثلاث دول دولة السعودية الأولى الثانية الثالثة نتحدث عن دولة مصر مثلا المملكة ثم بعد ذلك الجمهورية فهذا دليل على أن كل الدول تعيش ثم تموت يعني قوانين بخلدون لا تزال صحيحة حتى على دولنا للمعاصرة ربما لا يمنحظ هذا في الدول الحاليثة التكوين الصغيرة في العمر الجزائر مثلا ودولة تونس هذه دول صغيرة في العمر يعني ما زالت شابة بخزافوا من الجزائريين نعم لأننا نبدأ نحسب على دولة الجزائرية لحديثها ليس شيء من من عهد الأمير عبد القادر وإنما من 1962 من الاستقلال فهي دولة فاتية فدولة فاتية وبالتالي قد لا يلاحظ الجزائر مثلا أنه يمكن لدولة أن تنعر وتقوم دولة أخرى في حين الدول لأطول زمن نرى نشوف في كيف تتبدل والتغيير وغير ذلك من الأمور فقوانين يخلدون على العموم صحيحة الذين ينتقدونها أو ينتقدون هذه النظريات عموما يعني فيما أعلم مثلا كارل بوفر المفكر أمريكي من صاحب كتابات ديمقراطية هذا ينتقد قوانين ماركس والتاريخانيين عموما الذين يقولون بأن للتاريخ قوانين فهو يقول بأنه ليس للتاريخ قوانين لأنه لا يوجد حد التاريخ واحد تكرر كما هو وده في الحقيقة حمق يعني هل الذين قالوا بأن للتاريخ أو لأن للدولة قوانين قالوا أن التاريخ يتكرر كما هو ولكن القوانين العامة هي التي تتكرر قوانين العامة هي التي تتكرر أن الدولة تعيش ثم تموت مثلا يعني من الجيل الأول جيل تأسيس جيل الثاني جيل بناء جيل الثالث جيل الانهياب فهذا عام في كل الدول تحدثنا أستاذ عن علاقة الدولة بالحضار الآن ما علاقة الدولة بالمجتمع ومن فرق بين الدولة والمجتمع نعم بينهما بين المجتمع والدولة عموم وخصوص ويمكن لنا أن نستطيع يمكن لنا ونستطيع أن نحدد مثلا فدود الدولة بفدود السلطة يمكن لنا أن نعرف ماذا تأثيرها ولكن يصعب جدا أن نتحدث عن المجتمع وأن نحدده بالضبط أن نضع له فدود وأن نبين أو أن نسمي أن المجتمع الفلاني يبدأ من كذا إلى كذا مثلا يرتبط المجتمع بالجانب الثقافي أكثر بكثير من الجانب السياسي نضرب مثال واقعي مثلا في المجتمع الجزائري خاوتنا أهنف في الطرف في سوق عراس مثلا في تمسا فلو أنك تشوف اللهجة تحهم العدد تحهم الجانب الثقافي تحهم ربما أقرب إلى أهل تونس منه إلى أهل وعران مثلا يعني في حين الحدود السياسية لدولة الجزائر تجعل التبسي والسوق عراسي والطرفي والواراني في نفس المكان ولكن المجتمع الجانب تغير تغير الجانب الثقافي يتغير مثل ألوان الطيف متقدس تحط له حدود معينة فنأخذ اللهجة نبقى في اللهجة مثلا حتى يتوضف الأمر فلهجة المجتمع فتبسى والله تعطار لو أننا نتجي غربا ما نحسوش بذلك التغير في حين تهز واحد من تبسى واحد من وعنت لقوم بها دراجة بعضهم خلاص الجانب مختلفة تماما ولكن لما تمشي بشوية تلقى التغير وتدريجي في حرف في كلمة في حرف في كلمة ثم لما تباعد تلقى لها الفرق فالمجتمع يصعب تحديده متعلق كثيرا بالجانب الثقافي أما الدولة فمتعلقة ويمكن تحديدها بالجانب السلطوي والجانب السياسي فهذه العلاقة بينهما العموم والخصوص في الدولة نفسها قد توجد عدة مجتمعات داخل الدولة نفسها قد توجد عدة مجتمعات وقد يمتد المجتمع إلى خارج حدود الدولة قد يمتد المجتمع إلى خارج حدود الدولة ليسا من جهة السلطة ولكن من جهة الثقافة فخاصة عند الحدود السياسية هذه تجد الثقافة مشتركة داخل الحدود وخارجها وهل الدولة من حقها أو يجب عليها أن تتدخل في كل مجال من مجالات المجتمع في التعليم في الطيب في المجال الإغاثي في كل تفاصيل أقول الأفضل أن تكون دولة الحد الأدنى لا الدولة تتدخل شاءت أم أبت نعم الدولة تتدخل من عمليها أنها تتدخل ولا بد لها أن تتدخل في التفاصيل لماذا؟ لأنه لو أن الدولة تترك المجتمع كالسوائل مثلا فإن المجتمع سوف ينهار مثلا دولة النبي على الإصلاة والسلس كان دولة الحد الأدنى لم تتدخل في الجانب التعليم لا نستطيع أن أقول ذلك نعم هو صحيح الدولة الشمولية تتدخل في أدق التفاصيل الدولة الإسلامية هي دولة فكرية ربما نتحدث عنها في جانب أقرف هي يعني تجمع الناس على الأفكار العامة وعلى عقائد العامة لهذا لا تتدخل في التفاصيلات إلا فلدول الدولة السوفياتية مثلا يعني ومن شبهها الصين اليوم هي دول الشمولية لهذا تتدخل في التفاصيل ولكن لا نقول أن الدولة الفلانية تتدخل والدولة الفلانية لا تتدخل لماذا؟ لأن القيم تعد دولة الفلانية تعد دولة النبي والسلام في حد ذاتها تسمح لها إن صح التعبير بأن لا تتدخل في حين الدولة الشمولية مبادئها التي قامت عليها تلزمها بالتدخل فكل دولة منسجمة مع مبادئها فهذه المبادئ تمد حرية كبيرة للناس مبادئ الإسلام التي تطبق النبي والسلام مبادئ الشيوعي ما تمد حرية للناس نعم أستاذ معروف أن كل دولة أعمدة وكذلك الدولة الإسلامية أعمدة هذا ما ستفيدنا حوله بإذن الله في الكسة القادمة إن شاء الله بارك الله فيه ترجمة نانسي قنقر